أنت بي تزود بعد والله حقيقي الحديث عن البنات حديث عظيم يعني وأنا ما تكاد تمر صفحة من صفحة القرآن إلا فيها ذكر شيء عن النساء سورة كاملة سورة النساء سورة مريم سورة المجادلة المتحنة وذكر في القرآن الأمهات وذكر الخالات والأمات وبنات الأخت وبنات الأخر يعني كل العائلة مذكورة في القرآن الكريم كل مسمياتها يا سلام فهذا دليل على اهتمام القرآن حقيقة بالنساء بجميع مستوياتها صغيرة كثانة أو كبيرة أما أو بنتا أو خالة أو أمه مذكورة في القرآن الكريم من المواقف ولا أطيل عليكم يا أيها الكرام خذ راحتك مرهب النبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها بنته فشوف كيف تقديرها للبنت وتقديرها لهذا الكيان وهي امرأة فقدرها عليه الصلاة والسلام فقام واستقبلها الأب يقوم ويستقبل ويستقبل بنته ويصافح عليه الصلاة والسلام ويأخذ بيدها بل يقبل جميلة ويقبلها ويقبلها نعم يقبلها بيدها الرواية هذه إنه قبلها في يدها يعني أب شوف تواضع عليه الصلاة والسلام ما قال هذه بنتي هي اللي تقبل يدي لا يعني ما يمنع أنك تقبل يدها وتقبل رأسها وتصافحها كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل مع فاطمة فهل انتهى الموقف لا أجلسها في مكانه الذي جلس فيه صلى الله عليه وسلم وجلس بجوارها تقدير لها يعني تقدير لها رضي الله عنه أحسن ودخل دخلت امرأة معها بنيتين لبيت النبوة تريد حاجة يعني تعرف أن بيت النبوة قد يكون فيه نوع فيه أكل فيه تمر وفيه خير ورزق دخلت بيت النبوة وكان في ذاك الموقف ما يوجد بيت النبوة الشيء ولو كان فيه تمرات لحملتها عائشة رضي الله عنها وانفكت من هذا الموقف المحرج فسألت الأم هذه الفقيرة مع بنيتين سألت عائشة فيه شيء فيه رزق عندكم فيه خير عائشة رضي الله عنها بحثت في بيت النبوة ما وجدت إلا تمرأ في بعض الروايات أنها تمرتين أو ثلاث لنفرض أنها تمرأ على رواية فالأم عائشة رضي الله عنها عندها حكمة وبعد نظر لو أعطتها البنت لا بكت البنت الأخرى فأعطتها الأم والأم كانت برضو حكيمة رضي الله عنها فالأم فالأم قسمت التمرأ شقين أعطت البنت على يمينها شق وعطت على يسارها شقا من باب العدل والإنصاف حتى لا تبكي هذه لأنهم بنيات صغيرات فعائشة رضي الله عنها تأثرت بالموقف فلما خرجت الأم معها بنيتيها دخل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته الخبر وتأثر عليه الصلاة والسلام لأنه قلبه رحيم قلبه مليء بالرحمة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوجب لها بها النار أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار اتقوا النار ولو بشق تمره في حديث آخر من كان له ثلاث بنات يؤدبهن ويربيهن ويعلمهن كن له سترا من النار وهذا أشارها الشيخ أحمد الله إزاق خير الحديث عن البنات حديث جميل حقيقة حديث طويل وهم جمال بيوت مثل ما ذكر الشيخ بناصر الشيخ أحمد هم جمال بيوت ولكن ينبغي العناية بهم ومحاوراتهم وإن كانوا صغار ملاعبتهم يقول عمر رضي الله عنه يعجبني الرجل أن يكون صبيا في بيته ينزل إلى إذا دخل بيته ينزل إلى مستوى صغارة سواء كانوا أولاد أو بنات يحضنهم يلعبهم ويسليهم ويحاورهم بالكلام الطيب وإن شاء الله ما يرى منهم إلا الخير بإذن الله أشرت إلى نقطة جميلة الله إزاكم خير هذه الاهتمام بالأبناء والبناء